فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وسبب نزولها مشهور نعم نعم هو هذا من جملة السياق في هذا الأمر قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم بالتشديد هذا بالتشديد ولا تعتدوا هذا بالتساهل نعم فنهانا عن التشدد وعن التساهل وأمرنا بالاعتدال وسببها يشير إلى الحديث النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة الرسول ليقتدوا به نعم فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها ثم إنهم التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه ليس بحاجة بزعمهم إلى العمل أما نحن فأهل ذنوب وأهل سيئات فنحن بحاجة إلى العمل فلما بلغ فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا أصلي ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء وفي رواية قال آخر وأنا لا أكل اللحم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وخطب وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وفي رواية وآكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني فهذا خط واضح للاستقامة والاعتدال وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم المعتدل الذي نسلكه ولا نمل ولا نقصر لا نمل من العمل بسبب التشدد ولا نقصر بسبب التساهل وإنما نداوم على عمل معتدل ويكون ذلك خيرا من العمل الكثير الذي ينقطع ويزول